لو سهلة في برج الجدي، برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق لأنه مستقيم بيحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان، شخص عنيد جداً جداً في الحق، يعني لو كان مش هو طرف المشكلة، لو كان في صديق لا إله في مشكلة، وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق بيحب حتى لو كان يعرض حاله لنخطر، فهو بيحب أنه دائماً يحق واليفوز والاستقامة والعدالة تاخد مجراها في جميع المجالات، وهذا الإشي متعبه كثير لبرج الجدي، خاصةً للشباب، شاب برج الجدي كثير بدي الأمور تكون مية بالمية، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير، في تمانين بالمية، في سبعين بالمية، ممكن يتحقق من الإشي اللي إحنا بدنا يا رك، مية بالمية شي مستحيل يعني، خذوها من حدا نجرب تمانين بالمية حلوين، تسعين بالمية حلوين، فإحنا ليش عم نرقد ورا المية بالمية، ونكون كتير مماعين، برج الجدي، ثلاث أشهر كتير حلوين، كتير رائعين، على فكر الفترة الجاي، كلها لنهاية الصنة، يعني بالنسبة لبرج الجدي، يا جماعة مش بس ثلاث أشهر، الست أشهر أو الخمس أشهر الجايين رائعين، في قبل فترة كان في خوف كبير، مخوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو قلينا نحكي نصف انتصار، واللي هيكمله بالأشهر الجاية، كان في عنده الشغل شبه مؤامرة، أكتر من شخص، كان في غدر، كان في خيانة بالشغل، من الشريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، هو مش شخص واحد على فكره، أكتر من شخص، عفوان، فبنلاقيه لبرج الجدي انه تحمل كتير كتير، وهاي من صفاته الحلوة الرائعة، برج الجدي انه بتحمل كتير، بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق، مش من الناس المتسرعين اللي بدهم، أو متهورين، أو، 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 لا، أو ثابت جداً، على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت، لما يختار شريكه، بدي يكون هذا الشريك مئة بالمئة ممتاز، صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا إشي يعني which is good، بس مش تغمن هذا الإشي بتحقق معنا، فلما ما يتحقق اللي إحنا بدنا يا، أو يتحقق أقل من اللي إحنا بدنا يا، ما نزعل، ما ننكد على حالنا، برج الجدي بحب ينكد على حاله طول الوقت، دائماً بتطلع على الأشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الأشياء اللي كسبها، فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي، ضغوطات كبيرة كانت عليه، من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم أبداً في الصحة، من ناحية العاطفة، كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس، متل ما هم بتعاطوا معه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى، هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما نعاملونا، ما نعطيهم أكبر من قيمتهم، إنتك أربعة، أنا بعطيك أربعة، ما بعطيك عشرة، فالأفضل والأحسن لبرج الجدي الرائعة جداً، كنت متنكد أول الأشهر مع إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها المية بالمية اللي قلنا عنها، فيه كان ما بعرف فيه، فيه كتير علاقات عاطفية، بين عندي برج الجدي كان فيه عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات تقلصت، يعني كانوا ما بعرف، خلينا نحكي، كانوا خمسة صاروا أربعة، صاروا ثلاثة، مع الوقت عم بيقلو، بس هذا الأشي اللي صارحك، لأن الشخص الأخير هو نصك تاني هو اللي إنت حتكمل معه، لكن برج الجدي بتأخر كتير بالزواج، للعزاب، أنا بقولكم إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية، سبعين بالمية من اللي أنا بديه، إتسوكي، خلاص، يعني أنا بأكمل في هذا الموضوع، هدول التمانين بالمية بيصيروا تسعين بالمية، بصيروا مية بالمية مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص، خلاص، أنا ما بدي أكمل معك، ما أشتر برج الجدي في يعني أن يتكنسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه، هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبداً لا أوكي ولا مش أوكي لحدية ما تدرس للشخص، وتوافق على أنك يتكمل مع بقية طريقك، يعني أن تكون رفيقك في الحياة، شهر، خلنا نحكي شهر، من شهر سبعة لشهر تسعة، حيكون فيه يعني، حيكون فيه قرار مصيري، حيكون فيه الزواج، لكن زواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل، والزواج، وكأنه إذا أنت قلت بنت، حتتسوجي شخص وتسافر اللي عنده، أو العكس، ما بعرف، بس فيه يعني اختلاف بالمنطقة، مع الزواج، يعني الزواج ما رح يكون فيه نفس المكان، رح يكون بلد أجنبية أو ببلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها، الطرف الآخر أو أنت عم تشتغل فيها، لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كل لياتها اللي مبين قدامي إنها خيارات حلوة، رح يكون فيه سعادة كبيرة بالطريق، يمكن يكون نهاية شهر 12 عندك خلص تكون تزوجت والله أعلم، رح تبلش كتير بالأولاد، والأمور يعني الأحلام رح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور، حلم بدك تحق الحلم الثاني، الحلم الثالث، يعني إن الأمور كتير، يعني تمام هاي الفترة والفترة الجاي، رغماً عن إنه الفترة الماضية كان فيه كتير ألم وغدر، لكن هدول الأشخاص أخدوا جزاؤهم، ما عم بحكي إنه رح ياخدوا جزاؤهم، هم يعني أعتقد إنه هم أخدوا جزاؤهم خلص، إن كنت أنت تعرف أو ما تعرف هم لاقوا اللي يعني العقاب تبعهم، وإنت طاير نحو أحلامك وتفكيرك إيجابي بالسطرة الجاي، وهذا الإشي رح كتير يأثر عليك، فيه سعادة كبيرة بالطريق لإلك، فيه تغيير، هذا التغيير إنت شاكك إنه مش تمام أو أنا مش حابب أغير، أو هذا التغيير إيجا غصب عني، ما بعرف بالمكان، بالسكن، بمكان الشغل، لكن هذا الإشي رح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لإلك، فما تتسرع الحكم بالأمور يا برج الجدي، وخفف من الإعناد شوي، وخفف تقول يعني ما تكون تقيل كتير عالطرف الثاني، شوي تنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك، أنت عم بتكون صارم كتير معاهم، وأحياناً عم تظلم، لا مش تظلم أشخاص، لكن عم تكون كتير معاهم، فبدك شوي تتأنع في الحكم على الأشخاص، وكتير مبسوطة بهالقراءة اللي بتجنع لبرج الجدي، وكتلك لإلكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة